انا فرقت الكروت واخدت نظرة عن القراءة وفيما يخص طاقتك اطلعت عندي انه طاقة روحانية من اول شي يعني كأنه في عندكم علاقة روحية بتحب الله وكمان ابتدهوه ابتدهو الله اها لشي كنتوا بتتمنون بس الشي هذا ما صار لكني بشوف انه طاقتكم عالية وفي طاقة روحية كبيرة واضح عندي يا برج الحوت انه انت والحبيب بتحبوا بعض كثير يعني في بناتكم حب كبير فانتوا مبين عندي ما عندكمش مشكلة حقيقية جوات علاقتكن لكن انا بشوف انه المشكلة جاية من برا العلاقة كأنه الحبيب ما عندوش فلوس كافية يعني كأنه في مشكلة مادية بينكم حسب ما ظاهر عندي حسب ما ظاهر عندي انه في نقص في الماديات في الفلوس والموضوع هذا شاغلك كثير وكذلك انا شايفاك اعاطي ظهرك للموضوع وماشي للامام فممكن تكون انت مسافر او سفرت وتركت الحبيب عشان الشغل لانه طالع لك ورقة بتقول انك لازم تضل ايجابي فكأنك انت مشيت وتركت هي الشغلات وراك يمكن انت سافرت او رحت او تركت مشان شغلة صارت او في عندك دراسة او شغل او بدك تتأكد من موضوع كذلك الحبيب عندي حاسس كأنه انت تركته او تخليت عليه ومشيت لانه واضح عندي انه الحبيب وحشو انت وحش الحبيب وكذلك مبين عندي انه انتو اللي اتنين بتحبوا بعضكم واضح عندي اشي ومبين انه الحبيب بيحبك كثير حامل السيف مستعد يحارب بصراحة كمان الحبيب واقف مكانه وهو مهتم بانجازاته حقيقة ومستنيك يعني هو منتدرك وشايفك هو يشوفك انك انت انسان طيب يا برج الحوت وعاطفي جدا ودي حقيقة برج الحوت برج برض النظر احيانا بيبين كأنه احيانا صوته بيعلى احيانا بيتعصب بس هو انسان رقيق من جواته انسان عاطفي بيحب الورد بيحب الطبيعة بيحب السفريات هذه شغلة يعني واضحة كذلك الشخص هذا يعني برج الحوت حقاني وبيعمل خير لانه انا في كثير ناس برج الحوت بتعامل معهم واطباعهم حلوة يعني بصراحة وبتحب تساعد الناس واللي حواليك وهو شايفك انسان حلو فممكن تكون يا برج الحوت كأنك مسافر للدراسة انه الحبيب شايفك كده كأنه انت مسافر لدراسة او عقد عمل كأنك بتكون مستقبلك وشايفك كما كذلك صغير في السن بالمقارنة مع تصرفاتك او الانجاز اللي انت بتعمله بتعمله او حتى الدراسة كذلك عندي الحبيب طلع له ورقة انه في عائق واقف بينكم ممكن يكون هذا العائق فلوس او التمامك انت بانجازاتك او انت مشغول بحياتك الشخصية وممكن كذلك الحبيب يكون مرتبط يعني ممكن او متزوج او حاجة من هذا الشي كذلك مبين عندي انه الحبيب حاسس انه الطريق اللي هو اختاره ومشي فيه ما كانش صح وبدأ يحس انه كان غلطان هو بيحاول حاليا يبعد عن الناس السلبيين وبيحاول كذلك يبعد عن الافكار السلبية فالموضوع مبين واضح هنا بالرغم من انه الحبيب هذا حبيب هذا مؤمن فيك يعني هو مؤمن بك جدا ولكن هو شايفك برد النظر عن تصرفاته او عن هو شو عمال هو شايف انك مشيت للامام وانسان مهتم بحياتك بنجاحاتك ولسه طالع من حاجة يعني هو شايف انه انت لسه طالع من حاجة ولسه مش مستعد خليني شوف لك اصحب كارت ثاني اصحب كارت الصالح فالحبيب شايف انه انت محتاج تكتشف شغلات جواتك يعني في عندك قدرات حقيقية تقدر من خلاله تعمل شغلات كبيرة كذلك هون عندك يا برج الحوت انه انت بتحب الشخص هذا يعني واضح عندي انه انت بتحب الشخص هذا وكذلك لانه طلع لك الكارت اللي بيقول لك ما ينفعش الشمس والقمر يستخبوا والحقيقة والحقيقة فانت محتاج تقول للانسان ذا الحقيقة انك فعلا بتحبه و وبتعزه اوي او حتى انك تلمح له بالموضوع كذلك انا شايفه هنا انه في مره او في حدا هون كثير حزين لانه في شخص او حبيبة او هيل شخص بتعزه وهي حزينة كثير عليه هالشخص مشي يعني كيف بيقولوا لا وما تطلع وراه وهالشخص كثير بتحبوه راح كان في مشاكل وهالشخص ترك فراغ كبير جوتهم وفي حزن وكذلك في دعاء مشان يرجع الانسان هذا كذلك طالع لك يا برج الحوت ورقة بتقول لك ركز على احلامك وخلي قدراتك وانجازاتك بتبدأ من الحين يعني من دلوقتي عشان كده طلعت لك طلعت لك قبل في عندي ورقة كأنه بتقول لك خليك ايجابي كأني شايفة انه المشاكل المادية هي اللي مؤثرها على حياتك العاطفية فخليك ايجابي فكر في الشغلات اللي هتعملها اليوم وبكرة وما تفكرش بايه اللي حصل وايه اللي رح يصير لان تركيزك هو اللي حيخليك تحقق احلامك لهيك فكر في اللحظة اللحظة بلحظتها خلينا شوف لك الشغلة هذي حتى تلك هو اهم 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 خلافات فالورقة بتقول لك انت محتاج تتق في العلاقة هذي أكتر من كده فالشخص هذا يشعر انك مش مؤمن في العلاقة دي وانت كأنك عايز الحاجة هذه في الوقت هذا ما بدك تستنى شوية ممكن لحتى يزبط أحواله لحتى يشوف شو رح يعمل في علاقة ممكن تكونوا في علاقة توليتية شو رح يعمل هيك كذلك انت شايف الشخص يدسه الميت وعايز ترجع له وعايز تكون معاه يمكن انت شايف ان الشخص ده مرتبط أو متقوز لانه هو طالع له كارت يرجيست فاكتر فممكن يكون لبعضكم في في علاقة توليتية أو ممكن يكون الانسان هذا ما عندوش امكانيات يعمل علاقة أخرى اذا كان مرتبط فانت يا برش الحوت شايف انه الشخص هذا بتغير أو بيتغير يعني كأنه بيكون عنده حماس وشوية بيختفي لكن حب قللك انه حسب ما الوراق طالع لي انه الانسان هذا غير هيك فهو اعتقاده فيك انت قوي وهو شايف انه انت تركت ومشيت لان الشخص هذا مؤمن بيك مؤمن بيك كثير وبالحب اللي بينك وبينه وعنده اعتقاد قوي جدا هو شايف انه الطريقة اللي كان كي استعملها قبل كده ما كانتش صح وحقيقة هو ناوي يغيب الطريقة لطريقة جديدة تتناسب مع كون انتو اللي اثنين ايا كانت العلاقة فهو شايفك تقريبا انسان طموح وعايز يحقق نجاحات كثيرة في حياتك وانت عايز شايفك انك عايز تكون حياتك مستقرة ماديا يعني احسن من الوضع اللي انت فيه احسن من كده فهو يعني رايد يفهمك ويفهم وجهة نظرك لانه هو مؤمن بيك انه انت شخص رائع هو شايفك انسان رائع بصراحة للامانة وخلال الفترة هذي يعني ماذا سيحصل منشوف خلينا نشوف خلال الفترة هذي برج الحوت ان شاء الله تعالى حيكون عندك توازن وحيكون عندك نظرة احسن للعلاقة هذي فيها الحق والعدل والتوازن حيكون عندك كأنك حتعرف الحقيقة خلال الفترة هذي يعني بشكل مضبوط كذلك هو الحبيب حيبقى يعني متوازن معك وصبور على العلاقة هذي لانه هو حقيقة مستنيك كذلك انا شايفك يا برج الحوت حتلاحظ العلاقة اللي بينك وبين الشخص هذا انه الرابطة بيناتكم قوية جدا سواء على الحلوة والمرة يعني في جميع الحالات يعني في بينك وبينه رابطة حتى الموت فانت شيفوا السلمات بالرغم من انك حاسس انه متغير عليك كأنه بيقرب منك وبعدين بيبعد او حاجة يعني من هالشي كأنك عايز تسافر له او كنت مسافر وانت عايز ترجع وتكلمه من جديد فخليني شوفها الحبيب هذا شوفه حاب بيقلك ان الحبيب هذا الحبيب هذا ما رح يتنازل عنك ولا عن العلاقة هو حيبقى يعمل تواصل روحي وحيحارب للنهاية لاجل الرابطة اللي بينكم بيبنكم رابطة روحية قوية وده شي واضح من اول الكروب يعني من اول الكروب طلع له الكرق هذا وراه الكرق هذا يعني واضح الحكاية وفي اغلب تظن انه الرابطة اللي بينكم كأنها رابطة تروح اكتر ما هي علاقة لان الشخص هذا واقف بيستنك الشخص هذك يستنك بروحو وانت مشيت فواضح ان العلاقة اللي بينكم مش مسألة انفصال ده علاقة روحية فانتو اللي بينكم رابطة روحية اكتر ما هي علاقة يعني مبينة عندي روابط روحية قوية متينة اكتر ما هي مبينة انها علاقة فحتستمر العلاقة كعلاقة روحية لكن الانسان هذا حيث تقولك انه مو ناوي يتنازل عنك لانه مش عاوز يخسر الرابطة هذه لانه هو مؤمن فيك حقيقة مؤمن انه العلاقة هذي حتستمع وانه فيه طريقة تانية حتخليه يوصل يخلي العلاقة كاملة وناجحة فهي العلاقة هي علاقة روحية اكتر ما هي علاقة لاني انا حقيقة مش شيفة العلاقة فعلا اكتر ما اني شيفة قدامي علاقة روح واللي واضح عندي انت يا برج الحوت اللي عندك بعض من الزعل واضح انه انت زعلان يعني ومش عارف تطلع من هذا التفكير السلبي لانه فيه تفكير مزعالك ومخليك غضبان من جواتك يعني داخليا ولكن انا بشوف انه انت عندك طاقة داخلية عالية جدا عشان كده الورق بيقول لك خليك ايجابي يا برج الحوت احنا متعودين انه برج الحوت على طول بيخبي شغلات كثيرة جواته اه وبيبين شغلات غير اه وهو انسان حنون بصراحة و اه اه ناشيط وبيحب التحك و كذلك اه بيحب الوضوح فالحبيب طالعت له ورقة اي فيو بالليل فعشان كده اه اه انا بقول لك دي علاقة تروح اكتر من انها اه علاقة وانتو اللي اتنين عندكم امل انه العلاقة هذه ممكن تستمر وتنمو وترجع مرة اخرى علشان كده انا بقول لك خليك ايجابي عشان متى يقش اما الشخص اه اللي انت معه او اللي انت بتحبه اه الشخص ده مش عنده يأس ولا ضرة يأس لانه مؤمن بيك واقف وحيضل واقف مشانك لانه مش عايز يخسر الرابطة هذه ومش عايز اه يتنازل عنك كذلك انا شايفاك اه في وقت نجاحاتك وانجازاتك يعني حاقة عندك عالية اه والكرت كذلك بيقول لك اه ركز على نجاحتك حتى تتحقق احلامك وبين عندي انك روحاني جدا وتتواصل اه روحيا مع الشخص هذا انت كذلك شايف انه الشخص هذا متأخر عنك او او مربوط في علاقة تانية او بيضحب نفسه في مكان تاني برد نظر انك شايفه انسان روحاني وطيب وحقيقة هو فعلا انسان روحاني وطيب وانسان عنده روح عالية جدا فممكن يا برج الحوت تكونوا انتو ما شفتوش بعض من فترة طويلة فاذا كان انه جوات راسك يعني بتسأل حالك اه الانسان ده كيف يفكر فيه او لا احب جاوبك قالك ان الانسان ده يفكر فيك كثير وهو حقيقة شايف انه ما رح يتنازل عنك ولا عن الرابطة الروحية اللي بتغربطكم انا مش عارفة شو حكاية الرابطة هذي اه فبتمنى تخبروني في التعليقات شو هالرابطة هذي القوية اللي بيناتكم اهه فممكن يكون اه اه في اه في روابط ما بين متزوجين وصار بيناتهم انفصال وممكن يكون اه مش بيناتهم علاقة بالضبط يعني بشكل اه اه رسمي ولكن الشخص هذا اه اه اللي هو ما عنده رغبة يوقف التفكير فيك او حتى انه يتنازل عنك الشخص هذا متمسك فيك يعني كيف بيقوله في اللغة حتى اخر رمق فخليني اشوف اه اه ماذا سيحصل في الفترة الجاية خلينا نشوف اهه الكاب حقيقة انا ما بحب اعمل فيديوهات طويلة بس خليني اتأكد طال عندي كذلك في رابطة روح وفي سواصل روحي عالي حيكون بينكم يعني انا بشوف انه حقيقة انتو في بينكم اه رابطة قوية جدا انا ما بعرف شو هي هالرابطة اه Steve يعني هي مش مبين كأنه علاقة ! صراحهن بس مبين فيه رابطة قوية موجودة و رحلكينو الابراج اللي ظاهرية عندي يعني فيه طاقتي بى ادخال كتير بس انا هكلكم الابراج اللي ظاهرة بس انا ههلكم الابراج اللي ظاهرة مبين عندي بورج القوس وبرج الميزان هذون مباينين عندي وضحين في عندي طاقة هوائية وانتو عارفين الأبراج الهوائية طاقة مائية وترابية بصراحة كل الطاقات موجودة هون حتى الطاقة النارية موجودة هنا طاقة النارية كل الطاقة موجودة طب خليني شوف طبيعة العلاقة هنسحب وراء نشوف طبيعة هذه العلاقة علاقة روحية يعني مية بالمية اه شو تلعي طني عندي العلاقة هذي علاقة روح في تواصل بينكم فالورقة هذي ورقة حلوة يعني ممكن سيصير في تواصل بينكم او ممكن تتواصلوا من خلال الانترنت او تكونوا كنتوا بتتواصلوا كحد اقصى من خلال الانترنت او السوشيال ميديا ففي حدا في واحد عم براقب الثاني انا ما بعرف بس في واحد براقب الثاني في تواصل روحي بناتكم سوف نسحب كارت المستقبل سوف نرى انا اصلا صار عندي فضول نفس الورقة يلا شو رح نعمل نفس الورقة تلعت سوف نسحب لكم ورقة ثانية شو رح قال لكم اه الورقة اللي طلع لي انه العلاقة هذي علاقة روحانية عالية بكل المقاييس فالعلاقة هذي رح تمشي في اتجاه روحاني والروابط اللي بناتكم رح تصير اقوى انا انى صار عندي فضول اعرف شو هالروابط هذه انا انى والله فضول ربنا معكم يا برش الحوت وما تنسوش تخبروني اكيه الرابط على الروح الورقة لان كل الكروت عندي في روابط روحانية قوية يعني شنو الحكاية هذي فبين عندي انتو في علاقة لكن الروابط الروحية قوية بينكم هي اللي غالبة على العلاقة اللي بينك انت والحبيب فانتو متواصلين تواصل عالي روحيا فربنا معكم يا برج الفوت ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يفصلكم كل جديد